السلام عليكم ارتفاع التحويلات الماليات الى مصر بعد تحرير سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات سوق اعلنت الانصاري للصرافة موفر خدمة التحويلات الماليات وصرف العمولات الاجنبيات في الامارات عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم التحويلات الماليات الى مصر بعد التطورات الاخيرة المتعلقة بسعر الصرف الجنيه المصري والتي تم الاعلان عنها مؤخرا وأوضحت الشركة أنها سجلت ارتفاعا ملحوظة في عدد التحويلات الماليات إلى مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضية تحرير سعر الصرف الجنيه ذوفق الأهليات السوق مشيرة إلى أن القرار يعود بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات وقال علي النشار رئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصريات بتحرير سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات السوق أثر إيجابي كبير على التحويلات الماليات إلى مصر حيث شهدت ارتفاعا كبيرا منذ إعلان البنك المركزي عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي وتصهم هذه التطورات بشكل ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات الماليات إلى مصر بما يمكن المقيمين من دعم أسرهم والإسهام في تعزيز التمكين والشمول المالي وإزدهار والماء لاقتصاد المصري يذكر أن مصر تعد إحدى أبرز الوجهات الرئيسيات للتحويلات الماليات من دولة الإمارات حيث تأتي في المرتبة الخمسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنجيلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم